اه دكتورة مجدة تفضل دكتورة مجدة ايوة تفضل يا فندي طيب حاضر السلام عليكم يا دكتور عمر عليكم السلام ورحمة الله بركاته اولا انا متشكرة لمدخلتي مع حضرتك وبشكر فريق الاعداد اللي في منتهى الزوق والله نفسه منتهى الزوق وبيعملوا الناس حلو جدا ليه سؤال عند حضرتك عايزة اعرف كفارت اليمين ايه وكفارت الندر ايه طيب يعني انت دلوقتي خلينا بس نقول النازل ده على واقع حد حلف على حاجة وبعدين ما عملهاش صح كده؟ تمام وحد ندر ندر ومش قادر يعمله صح؟ عمل شوية فيه وما كملوش ما هو ايه الندر ده يعني صام الندر النوع لا كان مثلا كان ليه اخ بيعمل عملية كبيرة اوي فانا برد ان انا صم اتنين وخميسة على طول فصمت على طول لغاية ما ابتدت يعني صحيتي شوية فاخدت علاج وادوية وكده فالدكتور قال لي نقلل في المنين وقف شوية الصيام فخفت بقلت ايه اسأل قبل ما وقف الصيام اسأل اشوف طيب يبقى احنا دلوقتي عندنا ايه اللي حاصل ان داعي داعي الضرورة منعنا من هذا العمل الصحيح المختار ان ده لا يبطل الوفاء بالنازل يعني انا دلوقتي خلاص مشيت بالنازل ومشيت اعمله وبعدين حال بيني وبين اتمام النازل عرض ايه من عوارض الضرورة فهل ده عدم وفاء بالنازل الصحيح وما طبعا القول التاني بيقول ايه لو انا استسنيت وقلت ان شاء الله لي خلاص لما خلاص يحصل لده يبقى باتفاق مش هيب علي كفار لكن هناك قولي كمان قوي بيقول ان انتي لما داعي لما داعي الضرورة ان خلاص حيلة بينك وبين وبين ده ايه بالمرض فانتي خلاص دخلتي واستجابتي وامتسلتي للامر فجاءت داعي الضرورة ايه ومنعك من هذا هذا ونزاك القاعدة اللطيفة ان داعي الضرورة لا يمنع من امتسال الامر زي بالزبط لما جالي امري ان انا اشرب البحر فروح تشربت شوية لغاية ممتنة انا خلاص امتسلت الامر كده يبقى انا امتسلت الامر لغاية ما اقدرت يبقى انا كده ما امتسلتش الامر لا امتسلت يبقى دو في قول قوي يقول بانه لا كفارة فيه القول المشهور وفاق بالنزل معاملة الايه عدم الوفاق بالايه بالحلف في الحلف بقى نفس الكلام اذا انا ما قدرتش اؤدي ما اقسمت عليه ايه اللي هحاصل اطعم عشرة مساكين يبقى انا لو حلفتها الحاجة وما عملتهاش لانا لما استطع ان افعلها نطعم عشرة مساكين وهنا وده المستند بتعلي القول المشهور اللي هو علينا ان احنا ماذا علينا كفارة يعنينا كفارة هنا اطعم عشرة مساكين في الحلف واتعم عشرة مساكين كمان في عدم الوفاء بالنزل مع ملاحظة اذا القول اللي موجود مهم نعم